بعد ما تشوف هالفيديو بدي ياك تروح مباشرة لقناة لينوكس المفضلة عندك على يوتيوب سواء عربية أو أجنبية وتدور على Secure Boot لحتى تشوف أنه صناع محتوى لينوكس هن المسؤول الأول والأخير عن الصورة الخاطئة أو المغلوطة عن هالمصطلح بسبب أنك إما ما رح تحصل على أي نتيجة بحث أو رح تشوف الجواب التقليدي اللي بيقلك أنك لازم تعطل Secure Boot لحتى تستخدم لينوكس ولحتى كون سادق معكم حتى أنا نفسي كان مفهومي عن Secure Boot على لينوكس خاطئ وقبل ما ابتدي إني أكتب سكريبت هاد الفيديو ودور على الموضوع كنت دائما عطل Secure Boot قبل تثبيت أي توزيعة لينوكس هلأ الصورة السلبية المعروفة عن Secure Boot على لينوكس سببها الأساسي هو إصدارة ويندوز التعيسة وسيئة السمعة وغير المأسوف على اندثارها وانقراضها ويندوز 8 وبشكل طبيعي فمايكروسوفت رح تكون هي الملامة بالمقام الأول لكن السبب ليس أنه مايكروسوفت كان هدفها أنه تمنع مصنعي الماذربورد واللابتوبات من السماح بتثبيت نظام تشغيل غير ويندوز ولكن السبب الفعلي هو الصياغة الكلامية الركيكة وإطرحت ويندوز 8 وحطت شرط أساسي أنه أي كمبيوتر أو لابتوب لازم يكون بيدعم Secure Boot لحتى تقدر تثبت ويندوز 8 عليه واللي طبعا بعد الصيد السيء عدلت الشرط وسمحت بإمكانية إضافة خيار لتعطيل Secure Boot من إعدادات البيوس وكمان زادت الطين بلي بعد إصدار ويندوز 11 وإضافة شرط جديد ألا وهو الTPM 2.0 وتكون المعالجات أحدث من إصدار معين بس هاد مو هو موضوعنا خلينا نرجع لل Secure Boot ونحكي بشكل مقتضب وسريع جدا عن شو هو هالمصطلح وليش ضروري جدا أنه نقوم بتفعيله على جهازنا في حال كان جهازنا بيدعمه وحتى لو كنا عم نستخدم لينوكس طبعا في بعض الحالات اللي رح نذكرها بنهاية الفيديو اللي رح تكون عملية تفعيل Secure Boot على لينوكس فيها صعبة وبتطلب شوية صبر وخبرة ووقت فلو هاد الفيديو اللي عمالك تشوفه حاليا جاب عدد مشاهدات ولايكات كافي فرح يكون في جزء تاني منه للحديث عن هالحالات ولهيك فبدي أطلب منكم ضغط زر اللايك ومشاهدة الفيديو لنهايته لأن أكيد رح تشوفوا الموضوع ممتع لحتى نجبر خوارزمية يوتيوب على نشر الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس هلأ Secure Boot يمكن تشبيهه بالHTTPS وهذا طبعا مجرد تشبيه وليس الطريقة الفعلية لكيفية عمله فلو كنت عم تستخدم كمبيوترك مع Secure Boot معطل فكأنك عم تروح لموقع HTTP غير مشفر واللي بيجعل كافة بياناتك عرضة للاختراء والشي مشابه بيحصل عن تعطيل Secure Boot بحيث أنه بيكون بالإمكان إدخال كود برمجي أو برنامج محمل بفيروس معين الروت كيت على سبيل المثال أثناء المراحل الأولى للإقلاع وحتى قبل ما يوصل الكمبيوتر لتحميل النواة أو أي برنامج قادر على أنه يكتشف هالبرمجية الخبيثة وبالتالي فالSecure Boot بيتصدى للروت كيت عن طريق مصادقة أو مطابقة البصمة الرقمية لكل برمجية مسؤولة عن الإقلاع وهذا بيشمل الفيرم وير والبوت لودر والكيرنل وتعريفات الهارد وير مع المفاتيح الخاصة بالماذر بورد واللي بيكون مصنع الماذر بورد حاطتها بالبيوس وفقط في حالة التطابق التام بين بصمة البرمجية سواء بوت لودر أو كيرنل أو غيره مع مفتاح البيوس فبيكون في عنا ثقة تامة أنه هالبرمجيات ما تم التلاعب فيها وبينجح الإقلاع وبالرجعة للنقطة اللي ابتدينا فيها الحديث بأنه ويندوز 8 وضعت شرط أنه يكون الهارد وير بيدعم السكيور بوت فأغلب إذا ما كانت جميع اللابتوبات والماذر بورد المصنوعة بآخر 13 سنة بتجي محملة بشكل مسبق مع مفاتيح مايكروسوفت وإذ ذكرت أنه ممكن تشبيه السكيور بوت بالHTTPS فهون منشوف أنه مايكروسوفت تشبه Let's Encrypt على سبيل المثال بإصدار الرخصة المسؤولة عن مصادقة العنوان لتشفير الاتصال ومجتمع لينوكس بيعتمد بشكل كبير على هالافتراض لدعم السكيور بوت وحتى في حال عدم تواجد هالمفاتيح على الهارد وير بالفيرم وير بالبايوس فمن الممكن إنشاء مفاتيح شخصية وتوسيقها أو مصادقتها بس هاد رح يكون موضوع متقدم جدا وحالات استخدامه حالات خاصة جدا لو أنت قلنا للجزء الأهم ألا وهو تفعيل السكيور بوت على توزيعتك المفضلة فالخبر السار هو أنك لو كنت عم تستخدم توزيعة مثل أوبونتو مثل فيدورا أو أوبن سوزا وبشكل توارثي فهذا الكلام بينطبع على كافة مشتقات هالتوزيعات مع بعض الاستثناءات فتفعيل السكيور بوت فعليا ما بيتطلب أي خطوات إضافية سوى أنك تفعله من إعدادات البيوس وهون لابد من التنويه للنقطة اللي ما ذكرتها لحد الآن أنه السكيور بوت بيشتغل فقط على أنظمة UEFI أما أنظمة الليجاسي بايوس فغير مدعومة ليش قلت أنه مجتمع لينوكس بيعتمد بشكل كبير على مفاتيح مايكروسوفت لأنه الشركات الواقفة وراء التوزيعات اللي عددتها مثل كانونيكل وردهات بتقوم بمصادقة كافة الحزم المتواجدة على مستودعاتها بحكم تراخيص لاستخدام مفاتيح مايكروسوفت للمصادقة على الأقل من أيام أوبونتو 12 عشرة وفي دورا 18 يعني مما يقارب الـ 12 سنة وحتى أداة فينتوي اللي بتستخدم لوضع عدد لانهائي من التوزيعات على فلاشة واحدة فكمان بتدعم السكيور بوت مما يقارب 3 سنين ورغم هالشي لسه مجتمع اللينوكس بيقول أنه لابد من تعطيل هالميزة لاستخدام اللينوكس وبعض التوزيعات بتقلك وبشكل صريح سواء بدليل التثبيت أو بمنتدياتها أنك لازم تعطل السكيور بوت مثل بوب أو اس أو جارودا لينوكس هلأ أكيد في استثناءات لكل قاعدة وحتى على أبونتو على الأقل بالإصدارات ما قبل 23.10 بالإصدار 23.04 ما جربت أو الإصدار اللي قبله ولكن بالإصدار 22.04 LTS فلو كان عندك كرت شاشة انفيديا أو كنت بتستخدم برامج مثل فيرتشول باكس أو درايفرات V4 L2 loopback فلو كنت عم تثبت هالأبونتو 22.04 LTS بشكل فرش مع السكيور بوت مفاعل من البيوس مع كرت شاشة انفيديا فبيكفي أنه أثناء عملية التثبيت أنك تفعل خيار تثبيت التعريفات الخاصة ورح يطلع عنده خيار بيطلب منك أنك تحط كلمة سر لحتى يتم استخدامها بعد انتهاء عملية التثبيت لحتى تم المصادقة مصادقة تعريفات انفيديا أو أي تعريفات مغلقة المصدر وتسجيل المفاتيح الخاصة فيها باستخدام ما يسمى برنامج M.O.K.Manager واللي رح تشوف أنه عبارة عن شاشة زرقة بيكفي فقط أنك تضغط فيها على خيار Enroll M.O.K. وبعدها تدخل كلمة السر اللي حطيتها أثناء عملية التثبيت طبعا هاي الكلمة مو بالضرورة أنها تكون مطابقة ويفضل أنها ما تكون مطابقة لكلمة السر اللي بتستخدمها للمستخدم وبعدها إعادة التشغيل وهات كل شي مطلوب عمله للحصول على Ubuntu شغال مع Secure Boot و NVIDIA وبحالة Ubuntu 2310 الإصدار الأخير من Ubuntu فأثناء عملية التثبيت وتفعيل خيار تثبيت تعريفات تعريفات الطرف الثالث فما طلب مني اختيار أي كلمة سر ورغم هلشي بعد انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل النظام اشتغل النظام بدون أي خطوات إضافية ومع Secure Boot مفاعل وطبعا تحديث النظام سواء كان كيرنل جديدة أو تعريفات NVIDIA جديدة أو تعريفات مغلقة المصدر جديدة ما رح يأثر على النظام بحكم أنه كافة الحزم مصادق عليها من قبل Canonical أما على Fedora فالوضع ما بيختلف بشكل كبير عن Ubuntu إلا أنه الاختلاف الوحيد هو في حال تعريفات NVIDIA باعتبار أنها غير موجودة على مستودعات Fedora الرسمية وإنما بتم تثبيتها من مستودعات خارجية مثل RPM Fusion فهذا الشيء يعني أولا أنه هالتعريفات غير مصادقة عليها وأنه عملية تسجيل المفاتيح الخاصة بالتعريفات رح تتم بعد الانتهاء من التثبيت الفريش أو بعد تفعيل Secure Boot من البيوس بس العملية بغاية البساطة ومشروحة على rpmfusion.org بقسم الhow to وهي عبارة عن خطوطين الخطوة الأولى تتضمن تثبيت حزمة AKAKMods وبعد انتهاء التثبيت تنفيذ أمر KModGenCA والأمر التالي اللي بعده اللي هو Mock Util طبعا الأوامر موجودة على RPM Fusion فما في داعي أني أذكر لك ياها أو أتركها بسندوق الوصف لأن الروابط رح تكون موجودة بسندوق الوصف مع أمر Mock Util رح يطلب منك أنك تدخل كلمة سر وتعيد تأكيدها مثل ما شفنا أثناء تثبيت Ubuntu 22.04 وبعد الانتهاء من هالخطوة رح نرجع ونعمل عملية Reboot ورح تطلع عنا مرة تانية الشاشة الزرقاء الخاصة بالMOK Manager واللي كمان رح نعمل فيها الرول موك وبهذا الشكل رح يشتغل عندي فيدورا مع تعريفات انفيديا بمغلقة المصدر والسيكيور بوت مفعل وبحالة OpenSUSE في الوضع مشابه وما بيختلف عن Ubuntu أو فيدورا أما بحالة PopOS على الرغم من أنها من مشتقات Ubuntu بس مثل ما حكيت من شوي فالموقع الرسمي لـ PopOS بيقول أنه لازم تعطيل السيكيور بوت طبعاً لو كنا عم نثبت البوب أو اس على كمبيوتر ليس من تصنيع شركة System76 وما فيني أعرف إذا كان السيكيور بوت على كمبيوترات System76 بيجي مفعل بشكل مسبق أو لا لأني ما جربت أي جهاز أو ما استخدمت أي جهاز من أجهزة هالشركة بس منيجي للتوزيعات المشكلجية مثل Arch, Debian, Void, Gen2, NixOS فهي التوزيعات بعضها أو جميعها راح تكون موضوع الجزء الثاني من هذا الفيديو لو تحقق شرط إنشاء الجزء الثاني اللي ذكرته بالبداية وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر